موسيقى وأظن لنا ما يكفي من المادة حتى إن شاء الله تكون هناك أسألة الأستاذ زهير طرح مقيس جودة السياسات وطرق التقييم القبلي والبعدي واختلاف عن التدقيق وحتى في الإطار المنهجي الفني للتقييم ووضح في إطار تاريخي والضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت متواجدة في تونس في فترة الانتقال الديمقراطي ثم أخذنا بروفيسور فوشي إلى الإطار العام لعملية التقييم والأصلاح لأنه لا يكون هناك تغيير إذا كانت المؤسسات لا تتغير من تلقائي نفسها يجب أن تكون هناك ضغوطات داخلية وخارجية وهذا يعني هناك يجب بأخذ بأعتبار مختلف المتدخلين على مستوى السلطة المركزية والمحلية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتقريباً إطار الإصلاح حتى نخرج من الأرقام والمنهج الفنية البحثة فعنا تقريباً مداخلتين متكاملتين سأفتح المجال إلى الأسئلة أطلب منكم أنه كانت نجمة تكون وجيزة بعض الشيء لكي نعطيه أكبر فرصة ممكنة للأخوة لكي يدخلوا نأخذ يمكننا أربع خمسة أسئلة ثم نأخذ رد 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 ثم يحبون ويقدمون على هذا التغيير في نظريات المانجمنت القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو هدف محدد وبشغف وبشغف هذه يعني حب وشغف ومعناها تفاعل تام مع آليات التغيير فاللي كان ينقصنا هو القدرة على تحريك الإدارة إدارة كانت مثقلة مترهلة خايفة من التغيير وبالتالي كان هناك نقص في القدرة على تحريك هؤلاء الناس نحو الهدف اللي جات به الثورة سؤالي هو التحدي الكبير يبقى هو كيف نبسط المفاهيم مفاهيم التقييم للمواطن البسيط والتقييم وتقييمان تقميم نخبوي وتقييم شعبي يجب أن ننزل إلى مستوى المواطن ونشرح له كيف يتم تقييم الأداء والمؤشرات هذا التقييم وهناك تقييم ثالث وهو التقييم نسميه تقييم البرازيت تقييم شعبوي سياسوي إيديولوجي نخبوي يعني ناس تحب تشكب على بعضها وناس تحب تمركي بونتويت لبعضها وهذا كذلك كيف يمكن هالبرازيت هذا أن نقضي عليه كيف نحول التقييم لرسائل تواصل بسيطة كيف ما هي المؤشرات التي نعتمدها للحكم على جودة الحوكم وحسن التدبير ودقة تنفيذ المرامج لكن بشي يفهمه المواطن البسيط هناك مشكلة أخرى وأختم بهذا سيخليل إذا تسمح لي وهو أنه اليوم موضوع ونحن جئنا بين كثرة استعمال حق التحفظ ويعني حتى أنه كان المعلومة صعيف بيشتخذها وعندك ناس هما ينفذون في سياسة ومش قادرين أنهم يتواصلوا مع المواطن وجئنا مؤخرا مع حكومة اللي يطلع رئيس الحكومة متاحها ويطل لك يحكي كأنه مدير شركة والله ما عنديش بشي يخلص الخدامة رأس الشر يعني أحنا طحنا بين النقيضين بين حكومة جئت بعد 23 أكتوبر ما يش قادر أنه تتواصل وتشرح للمواطن وتبسط للمواطن الأداء وجئتنا حكومة التيكنوكراتي اللي يطلع رئيس الحكومة يقول لا رأس الشر ما عنديش بشي خالة الشهرية هكاكي يرميها معناها مجانا يعني هذا اليوم موضوع حق التحفظ وما هو مستوى التحفظ لأنه مهم جدا يعني إلى مدى أي نمشي في هذا المسألة حق التحفظ اللي قهرون به في بعض الانتخابات الأولى ثم جئت الحكومة الأخيرة حتى أنه التحفظ تنسيته ومشيت بطريقة معناها اللي نرى أنه أثرت على سير الانتقال الديمقراطي ممكن تأثر على سير الانتقال الديمقراطي شكرا سكندر ربي رجاء الإجازة في السؤال بيش نأخذ أكثر عدد ممكن من الأسألة شكرا إذن عندي خمسة الدكتور حسان بوبكري ثم أستاذ فوزي زغبيب تصفوان بن عيسى تطفيق الرعش أخذت خمسة مبعد يمكن نأخذ ردهم بعد نأخذ هذا ما اللي شفتم تفضل دكتور حسان شكرا سبع خير إذن حسان بوبكري أستاذ جغرافيا في جامعة السوسة فقط تشير لأن نحاول باش نتفاد نقاش سياسي إذا كان باش ننزلق في التجاذبات السياسية من جديد ونتحدث ونرجع للسياسة وننقدم أنا فقط أنا تدخلي باش يكون ذا ببعد تقنيقراطي وتقني كأستاذ جغرافيا على مستوى الموضوع وبالنسبة للمنظمين أعتقد أن الحكمة العمومية من بين أهم مكوناتها وهذا على مستوى الأفاق إذا كان ذكركم بالفزل السابع من الدستور الجديد الذي يتحدث عن الحكم المحلي وأعتقد أن في برنامج الندو لم أرى تركيز والعلاقة المحور يخص هذا الموضوع أعتقد أن الأستاذ فوشي منذ حين ذكر وأعتقد حتى في الإشكالية الندو هذه تحدثنا على دور الحكم المحلي وأعتقد أن إذا كان ما نأخذوش في الاعتبار وما نأخذوش الاحتياطات اللي يازم منذ الآن حتى تكون تجربة وضع وسوص الحكم المحلي صحيحة فإننا سنقضي ربما خمسين سنة في عدم يعني الوصول للمردودية للحوكم العمومية بمختلف مكونات المركزي والعمومي ولذلك فأنا حتى لا أخذ الكلمة طويلا فقط تكون نقطة اللي هي مساهمة في إطراء نقاش هو أن نفكر في طريقة وضع معانا وتخطيط الموارد البشرية التي تمكن من إنجاح الحكم المحلي تجربة المحكل وبداية تأسيس الحكم المحلي وذلك بالربط بين ثلاثة مستويات أولا التكوين على المستوى الجامعة اثنين تكوين المكونين ضمن الإدارة التونسية الحالية حتى ننزلق بها ونحيد بها في اتجاه قبول وإدماج التفكير المحلي في تفكيرها وفي تصرفها لأنها الآن هي إدارة مركزية وإذا لم نركز على تكوين المكونين حتى يصاحب الحكم المحلي فإن ربما هذا سيؤدي بنا إلى إخفاق يأخذ وقت طويل وتبذير للقدرات وأعتقد أن البقية البناج سيمكننا من حديثا هذا شكرا عيش برك الله وفيك سيد سيفوزي زربيب شكرا أنا حبيت أنذكر وأنه في العشرين سنة اللي فاتت إثر عدد ضغوضات مرشت على تونس وخاصة من البنك العالمي أو البنك الدولي قمنا بإرساء عديد من الآليات والآليات هذه خاصة المراسط نلقاه عشر أو اثناش مرسط اللي همهم الوحيد هو الإرساء والمساهمة في منظومة الحوكمة ثانيا في جل الوزارات أو كل الوزارات فيه إدارات عامة مكلفة بالتخطيط الاستراتيجي زيادة عن ذلك خلقنا المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية والإغاب هو المنهجية والجرأة والفضاءات الرصد والتفاعل التشاركي حتى فما العديد من القوانين اللي رسالت المنظومات هذه أو الهيكل هذه تقول الألي في مشاركة مثلا من القطاع الخاص وأنا شخصيا كنت نمثل القطاع الخاص في عدة المجالات ولكن أكثرها متعلقة برزنامات وحضور شرفي وحبيت نذكر في نفس الوقت أن تونس أرصت خلال عشرين سنة لفاتت عديد من المنظومات العملياتية موجودة واللي وسؤالي هو هل الاستثمار هين لإرساء منظومات القيادة التفاعلية بإرساء المنظومات المنظومات المنظومة الإحصائية والحوكمة والحوكمة المفتوحة التي اليوم صارت مدرجة في الدستور تساهم حسب الأخوة الخبراء في تدارك الإشكال التي لدينا الحوكمة والمساهمة الفعالة في المسار الانتقالي وشكرا السؤال محمد 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 això desta ومع ذلك أن نساب القدر في المعارضة عليها وإن يكون هذا الوظيف من تنحيات العربية في توقاف الفيديو ون أعتدد أي حالة c'est cet aspect de l'évaluation de la gouvernance en période de transition. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, tout le benchmarking des indicateurs classico-classiques deviennent, je crois, obsolètes. En faisant référence à ce que vous avez avancé, Dr Khalil, en guise de préambule, وعلى المساعدة من الدكتور الزرير. إذا كانت في حالة أقلمي، لم يكن يمكنك أن نفعه ونفعه على هذا المساعدة من الأشخاص. ولكن، فالتعادي، يجب أن يكون هذا المساعدة، شكرا للموضاء أهل تغير نسانيًا لديك جديد أن تشجع في التحديد من المواقع لديك مجالي استخدمي ويسموه قدر على الوقت نسانيًا لديك المترجم بالقبل أعتقد أنه قدر على المسانيًا جديد أن تشجع في مجال المضانيًا لديك قدر من طريق أكثر من تسجع وقعه يتكر في تجاهزه هي بكثيرا بصنعه، وهادخرة أساسية بسهارة دوقت. المخصوصية على المستخدمات الضوية، و Stretching جده فيها المستخدمات الزواجية، المتهمة على أني اميز حقاً للجهد والمتهماتية لجهدينينة حقاً من التقنياتية. أعطمنا أيضًا لالتحديد من الأشياء، فهداء هدك أن يكون المتحدث مع جهدناد في السابق. En Tunisie, la transition a eu beaucoup de mal à se retrouver sur la vision globale. On ne l'avait pas. L'engagement des acteurs eux-mêmes avait des problèmes. Les capacités à changer avaient des problèmes. Et donc, je pense, et ma question, elle est là, c'est que comment vous pouvez intégrer l'élément temps dans la démarche du changement dans une période de transition démocratique ? Je vais essayer de répondre. Il me manquait du temps pour vous expliquer la place du temps. Donc, en revanche, je peux vous donner, à partir de ce que je voulais vous présenter, et qui est un schéma de la page 38, si vous avez la possibilité, monsieur. Oui, la page 38. Le slide, merci. Alors, si vous voulez, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, comment ne pas penser, si vous voulez, de manière aussi plate le changement, c'est-à-dire sur un espace institutionnel sans prendre en compte le temps, c'est complètement impensable. Mais c'est aussi le temps, au sens du temps passé, mais c'est aussi le temps des échéances électorales, des échéances, effectivement, des prises de position. Et je crois que, lorsqu'on met le temps dans l'implication du changement, et là, je fais référence à un schéma classique et d'ampleur du changement, on a plusieurs étapes. On a la prise de conscience, du première étape, la compréhension, le soutien, l'implication et l'engagement. Ça veut dire qu'en mettant ces étapes-là, que l'on observe depuis assez longtemps dans tous les espaces, dans tous les espaces démocratiques, dans toutes les sociétés, effectivement, dans le monde, c'est-à-dire qu'on voit que la réaction au changement réclame plusieurs étapes. Et ces étapes réclament des temps. Alors, comment les raccourcir ? Certains enlèvent la prise de conscience, ou en tous les cas, la balaie assez vite, vont vendre l'implication, mais ne prend pas l'engagement. Donc, je n'ai pas de solution. Pour moi, la solution du changement, elle est à partir, dans les politiques publiques, elle est à partir de l'expérimentation sur des espaces réduits. C'est-à-dire que je pense qu'on peut changer, montrer des changements plus rapides, sur des espaces plus réduits, plutôt que sur des espaces nationaux. Et j'ai bien compris que vouloir changer la totalité de l'administration du jour au lendemain, vouloir changer une politique X ou Y du jour au lendemain, ne se fait pas aussi aisément. Mais je ne vais pas pouvoir vous donner, finalement, de solution. Donc, je crois qu'il faut tenir compte des niveaux, déjà, de compréhension par les populations, de soutien que vous pouvez aussi avoir. Quels sont les soutiens que je peux avoir ? Les temps peuvent se raccourcir au niveau des soutiens. Mais après, les temps d'implication et les temps d'engagement, c'est du temps. Et c'est du temps, effectivement, qui ne peuvent pas, évidemment, se résoudre sur un espace aussi restreint. Merci. 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 pour lui demander qu'elle nous aide à ce niveau-là. On a un vrai problème d'information en Tunisie, on a un vrai problème de données statistiques en Tunisie et on ne peut pas faire une évaluation si on n'a pas un système statistique et un système d'information fiable et crédible. Aujourd'hui, si vous voulez, M. Lidassayde connaît ce sujet mieux que moi, il y a une seule personne qui manipule les chiffres au niveau du ministère des Finances. Il fait ce qu'il veut, c'est un système très opaque dont personne ne comprend et c'est le seul. Pourquoi ces statistiques, on ne peut pas les avoir dans d'autres administrations pareilles ? Peut-être si Naouf, il vous en parlera aussi des statistiques au niveau de l'emploi, des formations professionnelles, c'est encore une autre catastrophe. Donc, moi, je fais un appel d'ici pour les membres de l'ANC de nous aider à ce niveau-là comment être plus transparents au niveau des statistiques et surtout les publier sur Internet aujourd'hui. c'est déterminant, à mon sens. Merci. 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 . Merci. 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 . Merci. 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 . Merci. 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 يعني بعد في المسال المعتدرية على المسال الأحياء من المسالة تستعمال الخاصة المغربة سهبب على الجديد من لا ننظيمها و الان الضواننة فقط فقط على ما فيه علمارة المغربة على المغربة ويضاء المutيقة علي التضوير بشكل ما يوجد بلا صرف على المستقبل ويضاي يقولون تماما تدريبا في المطابقة من أجل المقاومة التي يشترونه في المقاومة يجب أن يتلونه فيها لا نعمل هذه المقاومة تساعدت نظر لفتحالي تبعرف من أجل تبعرف من أجل الأنسان ويجب أن نحن يشترونه لنزع في تهم في التجارة ليست من أجل ذلك وليس لن خلالية أعلم أنني أعلم أنت على تجربت من أجل المنزل أعلم أنه لن تكون قادم الذي يisonد له المتجينة، أنه كان хотمch أنبعض أنبع التقليقات في رLER ثلة، قال لي أنبعض لهم عليم إدر Civilك، يجب عليهم لهم أي إن اوبряحل لهم على سبيلREWّ ايضاستي первالتصيف وذلك أقول لك في أعجب أن يسأل تقنى مستخرج لذلك الكثير من المساعدة العامة وليس يتوقع أيضا خارجية أن يكون هناك في المساعدة وعبا أنه لا يسأل أعجب ، أنه لا تقنع بس في الصعوبة يسأل بحاجة علم ويسأل أعجب ، لأنه يتكلم بس تتابع أحد بحاجة الهتفارة أن يتكلم بحاجة المعنم من التعالي، من التعالي وإن المعنظم، لأستبع ورحمة الأساسي وما فقط أليست ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وما اتبعه الفيه لأنه لن تتعف من خطواته ليست مجباومين يريدعنا وطاقين كيف تتعفعه وطاقه يساعد لك وفروس فوشه يجب أن يكون مجبورة من مشابه وعلى المعرفة ولم يحدثون الذي تتعفعك الأنسابات المächlichتية این اعجب على المواقع اور إلينا يريدون أيضا Of course الوقت يجب عليك انا دين يجب عليهم احسنت جدا احسنت بزنين لعبارة إلى مظرريات ومساعدة ومرحبارة وقد يعطوا التعليف النوم الخوصaaaa Donc, il faut chercher plutôt à créer des institutions indépendantes, accrédibles, à qui on lui donne ce pouvoir d'évaluation et le porte-parole des évaluations possibles. S'agissant de la question de C.S.A.Fouane, c'est vrai que moi je l'ai déjà, donc j'ai insisté sur le fait qu'il est difficile de faire une évaluation pareille de transition parce que si vous regardez les problèmes de la Tunisie, il y a des problèmes qui malheureusement arrivent, c'est-à-dire l'accumulation des défaillances du système économique et social de la Tunisie depuis 20, 30 ans, voire même 50 ans, il y a des problèmes qui sont arrivés aujourd'hui. Si je prends le problème, et ses maîtres y connaissent mieux que moi, c'est le problème de retraite, donc malheureusement, c'est ni la faute de la Troïka, ni la faute de qui que ce soit. C'est un problème qui devrait y arriver, malheureusement, on s'est mal préparé. Donc, il y a beaucoup de problèmes, je dirais, qui arrivent et on ne peut pas mettre tout sur... Et c'est ça, et c'est là la bonne évaluation, de se dire, qui est responsable de quoi, qu'est-ce qui a fait que ce problème arrive à ce moment-là, et qu'est-ce qui a fait que... Comment on aurait pu l'éviter aussi, etc. Donc, par rapport aux techniques des TES et des tableaux d'entrée-sortie, etc., c'est peut-être un peu technique pour parler ici, mais nous, c'est peut-être une bonne nouvelle. À l'Institut Tunisien des études stratégiques, on commence à utiliser les TES, donc les tableaux d'entrée-sortie, au moins d'aider le décideur pour évaluer l'impact des projets. C'est-à-dire, si demain on décide de faire un projet, quel serait l'impact de ce projet à partir des tableaux d'entrée-sortie ? Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. ... 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